ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها العتبة العباسية المقدسة لضمان سلامة الزائرين الكرام من وباء فيروس كورونا المستجد شرعت شعبة الاتصالات التابعة لقسم الصيانة الهندسية في العتبة المقدسة بإنشاء منظومة الزيارة عن بعد التي تتيح للزائرين الكرام أداء مراسيم الزيارة وهم في منازلهم تم تشغيل منظومة الزيارة عن بعد لغرض تسهيل إداء مراسم الزيارة في الوضع الراهن الذي لا يتيح للزائرين الكرام القدوم إلى حضرة أبل فضل عباس عليه السلام المنظومة التي تحتوي على عدد من أجهزة الهواتف النقالة مزودة بشرائح عديدة لشركات الاتصالات الوطنية التي زودت المنظومة بخطوط مجانية وبرمجتها للرد الآلي على اتصالات الزائرين فضلا عن تفعيل برنامج يعمل على تحديد مدة المكالمة لتتيح إلى أكثر عدد من المتصلين أداء الزيارة تتضمن المنظومة مجموعة من الهواتف النقالة حيث تم برمجة هذه الهواتف للرد الآلي على اتصالات الزائرين الكرام وتفعيل برنامج خاص في هذه الهواتف لتحديد مدة المكالمة بدقيقة واحدة فقط أربع أربع ثلاثة الرقم المجاني المخصص للعتبة العباسية المقدسة الذي يمكن للزائرين من خلاله الاتصال وأداء مراسيم الزيارة ولأعداد كبيرة تصل إلى أكثر من ألف اتصال في الساعة الواحدة